طلبتنا الأعزاء السلام عليكم كل عام وانتم بخير وإن شاء الله يمكنكم كلها أفراح ومسرات وعياد دائمة نحن مستمرين في تقديم محاضراتنا النظرية لمهادة أساسية هذا التمريض هو أسوس التمريض النظري إن شاء الله عدنا اليوم المحاضرة الـ 11 المحاضرة الـ 11 المحاضرة الـ 11 اللي راح نتكلم بها ونتناول بها الـ Respiratory Care Unit RCU نتكلمنا بالمحاضرة العاشرة المحاضرة قبل العيد على موضوع الـ Intensive Care Unit قلنا الـ Intensive Care Unit وحدات العناية المركزة أو الفاقة عدة وحدات لكن احنا أغذنا منهم واحدتين اللي هم مور كمان هم أكثر شيوع هي الـ CCU وقلنا نسميناها أو متعرفة على اسمها بالداخل المستشفيات يسمونها وحدة الانعاش الباطني وأيضاً عدنا اليوم الـ RCU يسمونها وحدة الانعاش الجراحي أغلب المرضى اللي يدخلون أو اللي يتواجدون في الـ CCU هم مرضى وقلب ومشاكل للوعية الدموية اللي هم مثلاً عدتهم وغدنا عدنا بالمحاضرة مثالين الإنجانة والعماي يعني الضبحة الصدري وإحتشاع عضلات القلب بالمرضى اللي يكونون موجودين في هذه الـ Area واخذنا لهم الـ Nursing Care وشينه ممكن نقدم لهم الرعاية ومن خدمات تمرضية وكبير اليوم عدنا موضوع الـ RCU هو الـ Respiratory Care Unit لحضراتكم أكيد أنتم مطلعين على المحاضرة وراجحتوها راح إن شاء الله نبلش بشرحها وأيضاً إذا كملنا إن شاء الله راح أرفع لكم مقطع فيديو يخص عملية يخص جزء الثاني من المحاضرة هو تريكا ستومي عملية الثغر الرغامي يعني فتحة القصبة الهواعية من الجهة الخارجية ثم راح نزلكم فيديو تعليمي حتى تكون الأمور عدكم أكثر وضوحة بعدنا هسا نجي نعرف بالبداية الـ Respiratory Care Unit الـ RCU هو Definition Area Where The Patient Can Be Treatment هو مكان نقدم بيه الخدمة والعناية والطبية والتمريضية للمريض باي موث the highly qualified staff لازم الناس اللي موجودين بهذا المكان يكون عدهم شهادات عالية أو هما داخلين مدربين مهيئين للتعامل مع الـ HZ الموجودة بهذا الـ Area أو هذا المكان أو هذا الـ Setting مع مهيئين للعمل على هذه الـ HZ الحديثة اللي يحتاج هالمريض لمدة 24 ساعة يعني معناها أنه أنا لازم من أجيب ناس تعمل بالـ RCU هما لازم يكونوا الناس اختصاص يعني مو توا متعين بعد البراكتس بعد ما عنده خبرة أجيب أشغله بالـ RCU لازم أهلها بغير مكانات أدخل دورات خاصة بالـ RCU أو مثلا دورات خاصة بالـ CCU ويلا بعدها يقدر أنا أجيب للعمل في الـ RCU لأن العمل في الـ RCU يحتاج أولا خبرة مهارية يعني براكتس وأيضا يحتاج معرفة علمية نارج فلازم يكون عنده النيرس أو المساعدة الطبيب حتى وأن الطبيب لازم يكون عنده معرفة علمية وأيضا عنده خبرة عملية بهذا الجانب لماذا لن عندنا أجهزة مودرن أكومة أو مودرن ماشين أجهزة حديثة اللي رح المريض يبقى مربوط عليهم لمدة 24 ساعة يعني مدور يعني مو فقط 24 ساعة أو تخلص لا لو يبقى المريض عليهم مربوط يعني عدة أيام ممكن يبقى شهر ممكن يبقى شهرين حسب الحالة اللي هو داخل بها للمنعاش الجراح أيضا هو patient need RCU من هم المرضى اللي راح يرقدون أو يكونون موجودين داخل الـ RCU النوع الأول واللي هو أكثر شوع وأكثر تواجد هم الـ Incontious Patient شباب الـ Incontious Patient مرضى فاقدين الوعي عندنا عدة أسباب على أساس هالمريض رح يكون فاقد الوعي مثلا المريض اللي متعرض إلى حاد السيارة وصار عنده رجع بالدماغ أو ضربه بالدماغ أو قسر بأحد أجزاء الدماغ راح هذا شين هو يصير عنده يصير عنده غيبوبة ممكن هذا الغيبوبة تستمر لفترة أشهر ممكن تستمر لفترة أشهر يعني أنا أتذكر في مرحلة البكاليروز زرنا مستشفى الشماعية المريض حوالي ستة أشهر وباقي فاقد الوعي ستة أشهر هو فاقد الوعي أنه هو جاي يمشي وتكرمون الحداء مالت بالكاش يزالقه فوقع مضروب عنده الجزء الخلفي من النخاع الشوكي فاقد الوعي فباقي هو بحالة شلل لمدة ستة أشهر وباعتها أتشافة بس من أتشافة كان فاقد الذاكرة فاقصد أنه ممكن أن العملية طويلة المريض يبقى لفترات طويلة فبهذه الحالة يحتاج الناس اللي يقدمون للخدمة يقدمون للرعاية على دراية بالتفاصيل الدقيقة اللي تخص حالته يعني ما أنا مثلا أنا توني متخرجة أجي أشتغل بالرسيو لأ صعبة لازم أعرف لازم أبقن هو شغلات يعني أنا ما كو يعني بعض الأحيان ما كو غير أنا موجود ويلمرضى فبهذه الحالة لازم أنا أكون على دراية بالأشياء اللي أتعامل لها فقلنا النوع الأول من المرضى هما الـ النوع الثاني هما الـ لكن مثل ما احنا أتكلمنا عليها ممكن الناس اللي يعطهم حوادث سيارات اللي عنده سقوط من علوء اللي يعني على أقصد على الـ مالتا ممكن مشاجرة أي مشكلة أي ضربة خارجية على الرئيس ممكن شبيه المريض يروح في غيبوبه نتيجة الـ داخل الرئيس ممكن يصير عندنا نزف داخل الرئيس وبعدين هذا النزف يأثر على الميكانيزم أو الـ بالنسبة للبرين فبالتالي يروح المريض في حالة غيبوبه أيضا ممكن الغيبوبه تطول أيام وممكن تطول أشهر حسب الحالة وممكن يتشاف المريض وراها وممكن يصير داينج ويتوف فأي شدة خارجية أي نزف ممكن أضاف إلى ذلك إنه المرضى اللي يسرعتهم يرتفعتهم الضغط وهم ما عتم تصلوا بالشرائن ويسرعتهم والـ اللي نسميه الـ طارئة الدماغية كارديوفاسكولر أكسيدنت يعني انفجار الأوعية الدموية داخل الدماغ فذول أيضا يصيرون بغيبوبه يمكن لفترة إلى أن يتحسن حالتهم أو يجرون لهم عمليات جراحية يستأصلون الخطرة الدموية اللي موجودة والنزف إلى أن يرجع إلى وضع الطبيعي فهم ذول الفئتين هم أكثر أكثر فيهم موجودة داخل الـ المرضى الفاقدين الوعي والمرضى المتعرضين على يعني متعرضين للشدة على الرأس المرضى الفاقدين الوعي بعضهم يجي مثلا في حالة غيبوبة مثلا عند ورنب الدماغ يعني ما مشوي اللي عمل لي لكنه عنده يعني السرطان الدماغ أو عنده هيماتومو يعني نزف دماغي أولا هو صاير كوما نتيجة مشاكل ارتفاع السكر صاير غيبوبة فهذا اللي يصير بغيبوبة يصير عنده تعرفون الجهاز التنفسي قسم منه شل هو قسم منه ودي مو لا ودي يعني قسم إرادي فهذا الجزء اللي رادي رح يصير بي رح يصير بي فشل أو يصير بي ضعف أو يصير بي برالاج فهذه الحالة المريض الفاقد الوعي يحتاج أنه نربطه على الجهاز التنفس الاصطناعي كل المرضى اللي يأتي للإنعاش الجراحي هم يحتاجون نربطهم على جهاز الفنتيليتر جهاز التنفس الاصطناعي حاليا حتى كارونا صار وعدنا نوعين من الربط على جهاز الفنتيليتر قسم يربطونهم على جهاز الفنتيليتر باي ماسك يسمونه سي باب أكيد أحد منكم وصل ممكن للإنعاش الجراحي رتها تمرجان وشاف أنه المريض ما مراطي لتيوبة بداخل الفم التمثل اللي موجوده بالإنعاش الجراحي لا فقط ماسك ومنطينا ورابطينا على جهاز الفنتيليتر عن طريق الماسك هذا الماسك هو يدفع الهواء بداخل الرئتين هو يخرج عن طريق عمل ميكانيكي يعني ميكانية ميكانيكية ارتفاع وانخفاض أنه خلني نشبه أنه بالرئة الخارجية اللي تدفع الهواء الرئة الداخلية يعني رئة خارجية تعمل وهي الرئة الداخلية تكون متوقفة عن العمل هذا وين موجود؟ موجود الجهاز متقن عليه اسم السيباب هو موجود برتهات الانعاش الخاصة بكارونا فيروس يعني كوفيد يعني مرضى كارونا اضافة الى ذلك احنا عدنا لنعاش الجراحي موجود بالمستشفى الحل الجراحي وأيضا موجود بمستشفى الإمام الصادق عليه السلام هذول المكانات مثل ما قلت لكم اغلب الناس اللي او المرضى الموجودين بهم هم طاقدين الوعي اللي يعدهم مشاكل تخص الدماغ تخص البراين النزيف حوادث السيارات اي مشكلة ايضا اذا اضافة الى ذلك المرضى اللي هما يكونون نمبر ثلاثة برايلايسد بيشينت اللي هما المرضى اللي يكونون هما في حالة شلل نقصد مو شلل فقط شلل نصفي لا شلل كلي فقط البراين ما تشغال فيصير عنده ضعف بعضلات الراقبة صعوبة اخراج عمليات التنفس او دخول الاوكسوجين يعني عملية الشهيق والزفير تصير بها صعوبة فبهذا الحالة لازم ايضا نربط على جهاز البنتليتر الى ان يرجع الوضع الطبيعي اضافة الى ذلك بيشينت اضافة الى ذلك بيشينت 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 من الحنجرة باتجاه الفم او باتجاه الانف هذه القناتين اللي هو يمكن يكون بهم انسداد نتيجة مثلاً صرطان بالانف صرطان بالفم ممكن صرطان بالحنجرة ممكن صرطان ايضاً يحدث عند المرضى او اغلبهم يكون عتم صرطان بالحبال الصوتية فبالتالي صعوبة تخراج عملية التنفس او تمام عملية التنفس فذول الاربع فئات هم يكونون اكثر تواجد داخل الارسيو اضافة الى ذلك احنا لازم اقفد ادوات متوفرة او اجهزة متوفرة بالارسيو احنا فقط بالمحاضرة مذاكرينكم بعض الاشياء اللي هي تكون سبيشال اكوبمنت فور ارسيو يعني بعض الاشياء ممكن احنا اجهزة ضغط اجهزة سكر ما ذاكرينها ليش لان هذه موجودة بكل الاريات اللي موجودة بكل ستنج موجود في كل مكان موجود بالمستشفى هو موجود بجهاز ضغط جهاز سكر يعني محارير الاشياء سماعات هذه كلها ما ذاكركمانيها في التوصيل ذاكر فقط الاشياء الخاصة اللي احنا او يحتاجونها الكوادر او يحتاجها الفريق الصحي في العمل بداخل الارسيو مثلا جهاز اللي راح يكون هو الاول الاندو تريكير توب او هذا الجهاز الاندو تريكير توب الاندو شباب احنا اتكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة الاندو تريكير توب صار شباب هذا يربط عن طريق الفم وصولا للقصبة الهوائي يعني عن طريق الفم وصولا للقصبة الهوائية شو نسميه الاندو تريكير توب اللي ندخله عن طريق الفم للقصبة الهوائية عدنا النوع الثاني تاريكوستومي توب bzw ترايكوستومي هذا heute الاندو تتحدث عنها بالجهاز الثاني من المحاضرة هو اللي نستخدمه بعملية فغر الرغامي أو عملية ثقب القصبة الهوائية من الجهة الخارجية اللي تكون مواجهة أسفل منطقة أو أسفل تفاحة آدم هذول النوعين ممكن أيضاً لازم من ضمن الأجهزة اللي تكون عندنا موجودة نازل كثيتر أو رتيوب اللي تكلمنا عليه بالكورس الأول والأنواع الأجهزة اللي ننطب بهم أكسجين قلنا يكون على شكل رابر وبقناة تيم يدخلون في نويز أو في المريض يجهزونه بالأكسجين مباشر وأيضاً عندنا الفيس ماسك الماسك اللي تكلمنا عليه هسا قلي شوية أنه ممكن سدونا المايك شباب اللي تكلمنا عليه قبل شوية ممكن يكون شباب اللي عنده فتشي كتبة بالمحر حادثة لأن الصوت حتى ما يصير صدى بالمية حالياً أو جاي يمطون بها حالياً أوكسجين لمرضى كوفيد يعني رابطينهم على الجهاز التنفسي للصناعة لكن ما نفلينهم ما يفوقوا خارج بديننا المايك بدون زحمة خارج في حالياً ماسك اللي حالياً ينطونا للمرضى اللي داخلين بالانعاش الخاص بمرضى كارونا ماسك نربطه بجهاز الفنتيليتر ينطينا أوكسجين إضافة إلى ذلك ممكن حيث صاروا عدنا ثلاث أنواع من الأجهزة اللي نربط نربط بهم الفنتليتر ماشين جهاز التنفس الاصطناعي للمريض جهاز عن طريق الماسك وأيضا عن طريق الانتر تريكير جوب عن طريق التوب المطاطية اللي ندخلها بفم المريض نزولا بالتريكير وأيضا عدنا النوع الثالث اللي راح نتكلم عليه بتفاصيل أكثر التريكستومي 2 يعني هذا اللي نستخدمه في عملية فتح القناة التنفسية من الجهة الأمامية دولة ثلاثة أجزاء وثلاثة أشياء ممكن نحتاجهم داخل النعاش الرئوي أيضا جهاز السكشن ماشين جهاز تسحب السوائل وهذا أيضا موجود عندنا بداخل المختمر يمكن شفتوه أو قسم منكم ما شافه جهاز نستخدمه بعملية شفط السوائل من داخل أعضاء الجسم يعني ممكن من البلعوم وممكن من التريكير أيضا نستخدمه بالعمليات الجراحية اللي شفط البليدينج الدام أو البلد الدم اللي متجمعتنا لعملية جراحية وأثناء عملية الفتح أضافة إلى ذلك ممكن نستخدم جهاز السكر بعملية الووشنج عملية غسل الأحشاء هذا ممكن ننظف أي شيء نقدر ندفع فلود مثلا عدنا عملية فتح بطن ممكن ندفع الفلود من داخله هو يكون بجهاز سحب وجهاز دفع ممكن ندخل السوائل داخل الأحشاء داخل المريض وبعدين نسوي لها عملية شفط يعني ممكن نغسل محتويات إذا يكون دم أو كوفيت فالشيء ممكن أنه نغسلها بجهاز السكر أيضا عدنا الجزء السادس والمهم هو الميكانيكال أو الميشين فنتيليشن يعني جهاز التنفسي الاصطناعي وهو هذا خلينا نقول عليه كورل الإنعاش الجراحي كورل الإنعاش الجراحي يعني هو العمود الفقر للإنعاش الجراحي يعني مريض ما عنده جهاز betweenاشات يا بنسبة بالإنعاش الجراحي لأنه محتاج فقط himself فقط غير الإنعاش الجراحي ووهلاح فهو هدا خلينا نثبره بالديوات بالنسبة للإنعاش الجراحي هذول الأدوات اللي احنا راح نحتاجهم بداخل النعاش الجراحي وممكن على أساسه ندخل المريض يعني هزنا إذا ما عندنا جهاز عنزار عنده مشكلة بعملية التنفس هو عنده بارالايز و عنده هو مثلاً عنده كومة أو هو انكونشيوس ممكن هو عنده بليدينج بالدماء عنده صعوبة بعملية التنفس إذا ما عندنا جهاز هذا الفنتيليتر أكيد حضراتكم شايفينه اللي بيستوانتين تشبه عمل الرئة وحده تسعد وحده تنزل يشتغل على ضغط الأوكسجين وإدخاله إلى داخل الجهاز التنفسي هو هذا العمل ما للفنتيليشن أو الفنتيليتر ماشين هذا ما يخص الهجزة والمرضى اللي يكونون متواجدين داخل وحده العاشر رئوي أو الارسيو عندنا الجزء الثاني من المحاضرات راح نتناوج البروستيجر أنا مثل ما نوهت الحاضراتكم إنه راح ننزل أو نزلتلكم أنا بس أصعد على الكلاس بروسيجر يوضح لكم بروسيجر تعليمي وهو عملية هو عملية ميكينج أوبون انتو ذات راكيا عند سكين دون أصد امرجنسي أوبرايشن عند مينالي بريفورومود اندر جنرال انستيزيا وهو عملية فتح القصبة الهواعية من الجهة الأمامية وإدخال تيوبة لغرض التنفس ممكن تكون هذا البروستيجر ممكن يكون أصد جنرال انستيزيا تحت التخدير العام وأيضا ممكن يكون أصد جنرال انستيزيا الجنرال انستيزيا يا شباب إنه الأكوفد قل نقول نظام أو قايد معمول بي بالنعاش الجراحي بالرسيو إنه المريض أول ما يدخل أول عشر تيام شنشكل له أنت تيوب داخل الفم واضح النوع الأول من تيوبات أنت تيوب اللي يندخله داخل فم المريض هذا لازم يبقى من عشر إلى أربعة عشر يوم إذا المريض ما تحسن بهذه الفترة لازم نبدله على اللي نسوي له قص أو فتحة أو فغر الرغام يعني نقصت القصبة الهواعية من الجهة الأمامية ونثبت له تيوبة عن هذا السايد أو هذا المكان فإذا خلال هذه الفترة الأسبوعين ما تحسن المريض وحالته بدأت تتحسن لازم إحنا المضطرين نحوله ونسوي له قص أو فتحة الرغامي فتحة الرغامي لازم تكون بهذه الحالة للمرضى الراقدين أو حسب توصية طبية أو حسب البروسيس اللي معمول بيه بالمستشفى إنه هذا تكون تحت تخدير عام مثل ما أريد نجري أي بروسيجر لمريض داخل المستشفى يعني لازم نحضره لازم نمنع منه الأكل والشرب نقصد الأكل والشرب أحد يتبادر الذهن يقول هو المريض فاقد الواعي شلون يأكل ويشرب نعم يأكل عن طريق الأنجي تيوب لازم نوقف هذا التغذية عن طريق الأنجي تيوب لمدة لا تقل عنه ثمان ساعات وبعدها نحضره أيضا وندخل العمليات وأكيد البروسيجر لازم يكون شباب البروسيجر لازم يكون أو يعمله هو الطبيب الجراح واضح هو من واجبات الطبيب الجراح هذا الجنرال أنستيزيا يعني البروستيجر الطارئ اللي احنا ممكن نقوم به مثلا لا سامح الله في مكان ما حدث يمنى او قدامنا انه مريض تعرض الى حادث وبعد ما قدر يتنفس انه صار عنده انسداد او صار عنده سقوط لسان او يعني صارت عنده مشكلة بالأبر رجبايرتاري تراك بالجهاز العلوي التنفسي انه احنا التشيس ما بيشي وقصب الهواية ما بيشي لكن انصار الانسداد بالحنجرة وللأمام يعني اما بالفن مالتا او بالأنف فبهذا الحال احنا كونا ناس ضمن الفريق الصحي لازم نسوي له فتحة التهوية انت اما محلين اما سوي له فتحة التهوية او هو المريض وراء خمس دقائق راح يتوفى فانت اكيد راح تحاولوا يا هذه المحاولة مثل الشخص اللي خلي نقول في حالة غرق انت ممكن تسوي له الـ CBR انه تسوي له انعاش القلب الرئوي وممكن تنجح بإدانة الحياة الاو ممكن ما تنجح نفس العملية بموضوع الترايكستومي انه ممكن اذا كانت الحالة اميرجنسي ممكن انه يعني تقوم بها انت يعني اذا عندك معلومة عندك كياسة عندك خبر بهذا العمل ممكن تقوم بها يعني تتحمل مسؤولية العمل مانتك اكيد اذا كانت الحالة اميرجنسي لكن اذا كانت الحالة غير اميرجنسي انت مسموح لك بالمؤسسة الصحية وتقوم بها شخصيا لكن ممكن تساعد بعملها نعم تساعد بعملها الطبيب الجراح اضافة الى ذلك انه الطبيب او الحالة من تجي للطوارئ اميرجنسي بروسيجر تجي للطوارئ مريم او طفل مختنق بالع قطعة معدن حاولنو يان طلحه دائما انا يعني اعطيكم هذا المعلومة انه لا سامح الله اذا عندك بالبيت طفل اختنق بمثلا بقطعة اكل او بلاعفة قطعة حديد انت دائما المطلوب ان عندك ترفع الطفل تمسكه من رجل الى الاعلى وتبدي تضرب على ظهره الان عسى وان تنزل هذه القطعة بالاتجاه العكسي وتخرجه من الفم او اذا كان كبير وممكن كبير بالسن او يعني اقصد كبير بالسن انه هو انسان بالق ممكن تصير خلف المريض وتطبق ايديك وتخليهم اسفل الحجاب الحاجز على منطقة المعدة بهذا الجزء وتبدي تضغط ضغطات متتالية بقوة عسى هو ان الكمية الهواء الموجودة داخل الرئتين تساعد على ارجاع هذه القطعة اللي سبب انسداد بالتراكية او انسداد بالبروكية او بداية اللانك طب هذا البروشيدر ممكن يفيدكم لا سامح الله اذا اتعرض احد ذويكم لهذه الحالة فاحنا قلنا اذا الاميرجنسي مريض ايجانا مختنق للطوارئ وما عد نفت شيء وما ممكن ندزها نحضرها للعملية وننطي تخدير عام بالعمليات احنا بالطوارئ فبهذه الحالة لازم نسوي له لوكال انستيزيين نسحب زي لوكاين بالسرنجة ونخدر مكان اللي راح نسوي به انسيجن نسوي به فتح بالمشرط ونمطيه تخدير موضعي حتى نقلل من الاذية والعلم شون يكون الانسيجن وشون يكون عملية الفتح الفتح يكون هوريزنتل يعني طولي ورح يكون ترانف سفير يعني عرضي المقطع الطولي بس 2 سنتيم تحت آدم أبل طفاحة آدم يعني تحت الحنجرة تحسب سنتيمين وتبدي بعمليات الشق هذا البروسيجر وإلى أن يعني تستمر للسنتيم الخامس يعني يصير من حوالي 3 سنتيمات عرض أو طول الفتحة هذا الطول الفتحة راح تكون أو العملية راح تكون على شكل حرف زائد أو طول 3 سنتيم والعرض راح يكون بين الرنق الثالث والرنق الثاني والثالث أو الرنق الثالث والرابع أو الرنق الرابع والخامس حسنا حضراتكم تقولون شنه الرنق هسا أريد من الكل اللي يسمعوني أو المتواجدين بالمحاضرة يتحسسون بعد الحنجرة هذا النتوع اللي طالع من الجردوم مالتنا والبلعوم راح تحس أكو حلقات هذا اللي نطلق عليها كثير رنق الغضروفي أو الغضاريف اللي تكون منعتها القصة والهواية فنحسب الرنق الأول نتركه الرنق الثاني بين الثاني والثالث ممكن نسوي الفتحة وبين الثالث والرابع أيضا وممكن بين الرابع والخامس صار وش عندنا فتحة طولية تبدو من الرسانتيم الثاني وتنتهي بالسانتيم الخامس أو قريب على الستيرنيوم عظم القص وفتحة عرضية اللي تكون بين الغضاريف الدائرية بين الثاني والثالث والثالث والرابع أو الرابع والخامس فصار عندنا على شكل زائد الفتحة نجيب قطعة التوبة هي موجودة قطعة وأيضا على الأجمالتهم وعلى الشكل عندنا سبع أنواع حسن إن شاء الله راح تشوفونا بالفيديو اللي نزلت لكم يا سبع أنواع موجودة داخل أو ممكن نستخدمها حسب العمر وحسب الحالة ممكن تكون دائمة ممكن تكون العملية مؤقتة نستخدمها وإضافة إلى ذلك نبدأ نثبتها بالطبقات الجلدة الخارجية بعد ما نتأكد من ربطها بصورة صحيحة وتثبيتها بصورة صحيحة وندخل الوتيوب داخل القناة التنفسية داخل الاتراكية ونتأكد أنه هي صايرة خلي نقول في محلها الصحيح يعني عندها تراكية وأيضا القطعة اللي راح نربطها أيضا تحتوي على سدادة خارجية راح يستخدمها المريض لأن تعرفون إذا المريض عنده فتحة منها ما راح يقدر يتكلم ليش؟ الهواء راح يخرج من الفتحة ما راح يصعد للحبال الصوتية حتى يصدر نبرات الصوت فمن إحنا بعض الأحيان المرضاعتهم مشاكل لكن هما ممكن أنه يعني نفهم عليهم بعض الكلمات فبهذا الحالة المريض إيش راح يسوي راح يغلق هذه الفتحة بالسدادة الموجودة تجو إياها يغلقها ويتكلم حتى جوي سمعون الصوت أو يفتحها لعملية التنفس أو حتى عملية إخراج البلغم يعني ممكن عملية إخراج البلغم عملية التنفس لازم تكون عن طريق هذا الفتحة فلس صار عندنا نوعين النوع الاميرجينسي بروسيجر وعدنا اللي راح يكون هو لوكل أنستيزيا وعدنا النوع الأول اللي هو جنرال أنستيزيا اللي نجري بالعمليات أيضاً عدنا منهم المرضى اللي ممكن نحن تكلمنا عليهم بداية المحاضرة اللي هم ممكن نجري لهم هذا الفتحة ونجري لهم التريكاستومي هم العبر رزبائرة تراك أبوستركشن أبوستركشن معناها انسداد شباب الانسداد في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي سرعتهم انسداد مثل ما قلت لكم ممكن أعطهم سرطان الحبال الصوتية فوقال كورد ممكن أعطهم بالحنجرة ممكن أعطهم مشاكل بالحنجرة أي مشكلة تمنع دخول أو خروج التنفس أيضاً من ساعتهم النوع الثاني الاسس ذا ممكن أنهم أعطهم تضيق أو أعطهم انسداد أو مثل ما عضراتكم أكيد شايفين مقطع أكو فيلم تركي وأيضاً فيلم يعني نفس المشهد هندي ونفس المشهد أمريكي أنه هذا الطفل هو وأهله بالمطار وعمال المطار يعني فلتت منهم دعاية علامية وضربة الطفل فهذا الطفل صار عنده انزداد بالجزء العلوي من التنفس مالته فأجه هذا أما يعني الشخص اللي كان يمثل الدور كان أغض قطعة الزجاج وعقمها وفتح وخلى قصبة عصير بداخل اللي تيوب وحتى يتنهى المريض وممكن أحدهم يعني قام بالعملية التمثيل لكن هو أراد يوصل لنا أنه إحنا ممكن ننقل حياة الناس إذا كنا إحنا ذو خبرة بمجال عملنا وأكيد حضراتكم شايفين ممكن هذا الفيلم إنه شون تمت العملية إنه شون انقذوا حياة الطفل سوى الطبيب التركي أو الطبيب الهندي أو الطبيب الامريكي قاموا بقطعة زجاج فتح القصبة الهوائية أو أغذ قطعة حديد وفتح القصبة الهوائية يعني هذي إنه العملية تحتاج سرعة وخلنا تيوبة تيوبة عصير ولف قطعة قماش إلى أن ننقله للمستشفى وماكو شباب إنه العملية بالحقيقة مو كلش صعبة ولا تخوف ليش لنماكو أي شي هنا مجرد عندنا ألياف عضلية بسيطة لكن إحنا مطلوب من عندنا إنه المريض يكون بوضع الدورسل يعني مستلقي على الظهر مالتا والهيد مالتا يكون نحني للخلف يعني جهدي الإمكان نخلي تحت رأسه تحت منطقة الراقبة والظهر وسادة حتى ينحني الرئيس للخلف يعني أقصد للخلف يعني بالاتجاه الخلفي للرئيس حتى تظهر لنا لتركي بصورة واضحة حتى على أساس ممكن نجري البروسيجر لا سامح الله إذا احتاج إنا في مكان عام أو كان يعني حذوي محتاج هذه المساعدة أيضا ممكن النوع الثالث اللي هم البول بداية الجزء العلوي من الجهاز التنفسي يعني ممكن بداية الرقبة سرعتهم شلل أو ضعف ذول بها الحالة ما يقدرون ينظفون المجرى التنفسي مالتهم يحتاج أنه نسو فتح لنظف المجرى التنفسي من السوائل أو من البلغم أو أيضا ممكن أنه حتى نساعد على عملية دخول التهوية داخل النقاط المهمة نحن تكلمنا عليهم المهمة 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 5 سنتيم 2 سنتيم below lower board of the coryode يعني الكoryode هو نقصد الرنج الخلفي أو الجزء الخلفي من الحنجرة 2 finger above the upper end sternum و 70 أعلى من عمل القص نهاية عظم القص وال transfer يكون بين catheter gear نص المنبر between 2 and 3 trichel ring or below that ممكن يكون بين الثالث والثالث أو الثالث والرابع أو الرابع والخامس عندنا الجزء الأخير من المحاضرة هو nursing care operation العناية التمريضية اللي ممكن نقدمها والأشاء التمريضية اللي ممكن رعيها عند إجراء البروسيد the nurse should be using mask anti gloves with the procedure المفروض إنه ترتدي الماسك وال gloves أو تحافظ number 2 لازم تكون لمنع المضاعفات لنمنع المضاعفات اللي راح تحدث للمريض أيضا أضاف إلى ذلك put the patient semi fall position لازم يكون المريض بوضعية semi fall position يعني شبه الجالس بزاوية 40 45 إلى 30 حتى شنو الغاية من هاد الوضعية هو stimulate respiratory anti prevent otima نحفز الجهاز التنفسي ونمنع داخل الرئتين إضافة إلى ذلك أنه تعرفون حضراتكم أنه وضعية الجلوس تساعد أكثر على عملية التنفس بحكم أنه العشاء الداخل للأبدوم راح وين تكون نازلة بالاتجاه السفلي فما راح تضغط على الحجاب الحاجز عكس ما كان المريض مثلا مستلقي على ظهره أو على الجانب فهذا العشاء اللي بداخل الأبدوم إلى مع الدقيقة ومع الغريض وين راح تبدأ تضغط على الدايفرام على الحجاب الحاجز فتمنع المدد الحجاب الحاجز بصورة كاملة فتمنع أنه يغض حريته بالتنفس فهذا إذا خليناه بوضعية سيمفول راح المريض يغض راح تاب عملية التنفس تضغط المريض مهدد مهدد لماذا ننطي المريض مهدد لماذا ننطي هذه المهدد لأن أغلبنا وكنا أي شي يدخل بالقصب الهوائي يصير عندنا كف عملية قحة لماذا هذه القحة نتيجة منعكسات تمنع دخول أي شي داخل القصب الهوائي أو هس إحنا من يصير عندنا بلغم ليش نبدأ نقح من هذا يعتبر الجسم أو تعتبر ليتراكيا هو جسم غريب فتريد تطل على الخارج فأحنا نتوقع أنه أنت مدخل تيوب طولها يعني عشرة سنتيم داخل القصب الهوائي فأكيد أكو منعكسات ريفلكس منعكسات اللي حمال تك راح تكون موجودة بعد ما نثبت ليتراكيا للمريض فهذه المنعكسات يحتاج ننطيها مهدئات حتى نقلل من تأثير على المريض أو نحاول نخفى منها حتى ما يبقى المريض يسعل وبعدين يصير عنده مشكلة ممكن يصير عنده نزف نتيجة الفتحة اللي يسوي نحية مطلوب منعدنا نسوي سحب للسواء كل ساعتين لازم أو كل ساعة ننظف القناة التنفسية مالتنا أو مال المريض عفونا اللي نجري ل البروستير اضافة لذلك بالنسبة للباشن يعني لازم يبقى المريض تحت المراقبة الكامل لمدة حوالي 24 ساعة الان يستقر وضعها انه نشوف اذا ما عنده اي مشكلة اي deformity او اي bleeding او اي شحوب اي يصير عنده مثلا تسارع عملية التنفس يصير عنده تاكبينيا او عنده صعوبة التنفس البروستير يكون shallow مالتا في هذه الحالة لازم نخليه تحت المراقبة منعا لحدود طارق او اذا حدث طارق ممكن ندارك الوضع يعني نمنع المضاعفات او المضاعفات اللي ممكن تحدث نتيجة يمكن نكون عكوفة دفيكت بالبروستير او المكان مو صحيح ممكن احنا اثناء عملية الفتح تخينا الغدد الدرقية لانتعرفون الغدد الدرقية على جانب الرقبة واحنا رح نسوي الفتحة هي بداخل الرقبة ممكن هذه الفتحة رح تسبب ان ايضا يعني اذا كان الشخص اللي يقوم بها مو 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 تسبب ان فتنزيف او سبب ان فرد مشكلة للمريض فهذا الحالة لازم يوقع المريض تحت المشاهدة خوفا من حدوث المضاعفة هذا ما يخص شباب المحاضرة مالتنا يعني يخص الـ 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 اللي هو يكون اكثر شوع بالـ RCU والـ HZ ايضا المرضى اللي هم اللي راح يكونون هم اكثر تواجد بالـ RCU الانعاش الريعون بينما سد الريكورد يا شباب اي طالب عنده سؤال يتفضل كتب المحاضرة حتى نجاوكم عليه اشتركوا في القناة